بأجواء من الفرح والسرور استقبلت مدرسة الروم الكاثوليك في جبل عمان وفدا من ممثلي مؤسسة عمل الشرق الفرنسية والداعمين لها وكان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة عبير مصلح سابة ومديرة الروضة السيدة زاهيا سلكاوي وكاهن الرعية الأب الإرشمندريت نادر سوق والأب الإرشمندريت خالد شعبان وحضر الوفد فقرات من الطابور الصباحي للمدرسة باللغة الفرنسية وقداسا إلهيا بحسب التقس الشرقي كما قاموا بجولة على الغرف الصفية واطلعوا على المشاريع المتطورة التي تم إنجازها داخل المدرسة وقد أبدأ أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت له المدرسة في تعليم اللغة الفرنسية واهتمام إدارة المدرسة والمعلمين بالطلاب وتربيتهم على حب الوطني والآخرين